اشتركوا في القناة تبرز اوجه التعاون التجاري المشترك وتوجيه المعنيين في البلدين الشقيقين لزيادة حجم الاستثمارات والتبادلات التجارية بينهما علاقة تجارية مشتركة تدعمها رغبة الطرفان في الحفاظ على رونقها والبناء على ما تأسس من روابط الاخوة والعمل الثنائي المتحد الذي تتعاظم اهدافه في سبيل رفعة ونماء البلدين الشقيقين تفاغمات اقتصادية بالجملة ورؤى بابعاد شمولية تعي متطلبات الحاضر وتشتهد مستنيرة بقوام عزمها وبقوة شكيمتها لرؤية مستقبل اكثر توخجا ينهض بمنامة التاريخ وبقاهرة المعز الى ابعد ما يمكن تخيله من صور تتنوع فيها ملامح النهضة واللقي بما يتناسب مع مكانتهم الاقليمية والدولية في اطار السياسة الحكيمة التي ينتهجها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يدا بيد الى جانب اخيه رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي للاخذ بكيان بلديهما نحو مزيد من الاستقرار والرخاء تبادل رحب في سماء عالم المال والاعمال يزيد مداه اكثر فاكثر مع كل عام وتفعيل لأوجه التعاون الثنائي بقواصمه العظيمة من خلال اطلاق متنوع المبادرات الكبيرة النافذة الى عمق المجال الاقتصادي لزيادة حجم الاستثمارات والتبادلات التجارية بين مصر والبحرين على صعيد عديد القطاعات الحيوية النفطية وغير النفطية من باب الاستفادة الشاملة من جميع المقومات الاقتصادية الكبيرة في البلدين لدفع منظومة التنمية في كل منهما مائتان وستة عشر مشروع استثماريا بحرينيا في مصر برأس مال يصل الى ثلاثة مليارات ومائتي مليون دولار امريكي لتحتل المملكة المرتبة السادسة عشرة في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري وتحديدا في قطاعات التمويل والانشاءات والصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفي ذات الاطار كان قد بلغ حجم التبادل التجاري للسلع غير النفطية بين البحرين ومصر في العام الفائت ما يزيد على مائتين وتسعة وسبعين مليون وخمسمائة الف دينار بحريني ومن جانب اخر اعلنت جمهورية مصر العربية عن عزمها لانشاء محور تجاري مباشر بينها وبين مملكة البحرين لتوفير احتياجات السوق البحريني بصفة خاصة واسواق دول الخليج العربي بصفة عامة من السلع والمنتجات الزراعية والغذائية المصرية والمتوافقة مع الاشتراطات والمعايير المعتمدة بمجلس التعاون الخليجي وذلك ما يظهر رغبة القاهرة في تعزيز اواصل التعاون الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة البينية مع المنامة خلال المرحلة القادمة لتلفزيون البحرين محمد رشادات ترجمة نانسي قنقر